أهلاً وسهلاً بحضراتكم، النهاردة بنستكمل سلسلة محاضرات البارا بروتينينيز المحاضرة الأولى طبعاً اتكلمنا فيها عن الملتبل ميلومة وكانت طويلة شوية لأن شرحنا فيها البيزيكس بتاعة الانبستيجيشنز اللي احنا بنستخدمها في تشخيص حالات البارا بروتينينيز ومهمة جداً كل واحدة اتكلمنا عليها بالتفصيل عشان نفهمها لأن هي دي الأساس بتاعنا سواء البروتين إلكتروفوريسز أو الانيون فيكسيشن أو الفري لايت تشينز الأسسي والريشو ده كل ده تشرح بالتفصيل في المحاضرة الأولى عشان هو بنستخدمهم في تشخيص كل هذه الحالات وهذه الأمراض النهاردة هنتكلم على الأميلودوزوس الأميلودوزوس هنتكلم فيه على محاضرتين الحقيقة الأميلودوزوس من الأمراض المهمة جداً والحقيقة اللي اتطلبت مني كتير أن احنا أشرحها لأن الناس فاكرة أو المعظم الجونيور ستار فاكرين أن الأميلودوزوس هو وخلاص أنا شخصت حالة أميلود ده عنده أميلود فانتهى التشخيص لا دي أول خطوة فقط يعني تشخيص إن المريض عنده أميلود دي الخطوة الأولى ولكن بعد كده زي ما احنا ما هنشوف النهاردة احنا اسم المحاضرة للأبروتش إن احنا الأبروتش نشتغل ازاي أو نعمل ايه أو إيه اللي ستابس اللي احنا نمشي فيها عشان نوصل للفينال دياجنوزوس لحالات الأميلودوزوس هي احنا الأول خطوة وأهم الكلمة إنه هو طبعا كونجوريت بوصل زي ما هنتكلم وإنه ده أميلودوز ولكن بعد كده بيأتي بعديه خطوات أخرى عشان نوصل للفينال دياجنوزوس لأن فيه أنواع كتيرة وكل نوع ليه تريتمينت مختلف وده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هنتكلم النهاردة على هنتكلم على وبعد كده الأبروتش بتاعنا نوصل للفينال دياجنوز هنتكلم عليه قصة في البداية الأميلود طبعا هو مجموعة أو هو ده بروتين والبروتين ده بيبقى في يعني أولا أنه هو ما بيضبش عشان كده بيبقى والأورجنز غالبا بتكبر في الحج ومسفولد يعني متشبك في بعض الطريقة مختلفة لا تسمح أو بتقلل السوليابيلتي بتاعته وبيبقى ليه كاركترستيك فولد باتر وده الفولدينج ده بيبقى واخد شكل كده نوع كروس بيتا بليتد شيت زي ما قلنا بياخد شكل معين في التركيب أو الترابط ما بين البروتينز وده اللي في الآخر هيؤدي مع الديبوزيشن ده للبروتين إلى حدوث أورجن ديسفنكشن زي ما هنشوف إنه هو فيه أنواع مختلفة من الأميلودوزيس فيه أنواع تبقى هيريديتري وده اللي بيسمى فيه نوع من الأميلودوزيس بيحصل وده بيسمى وفيه نوع بيبقى نتيجة 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 وده اللي بيسمى زي ما قلنا إنه هو الأميلودوزيس ده بيشير إلى ديبوزيشن أو بروتينيشيس ماتيريال أو فيبريلز بيحصل ديبوزيشن لفايبريلز بتبقى إكسترا سيلولار خارج الخلايا والحقيقة الفايبريلز دي ليها زي ما قلنا أولاً لها باترن معين بيبقى أنتي باراليل بيتابليتد شيت كونفيجريشن يبقى الباترن أو الترابط ده بيبقى أنتي باراليل ما بين البروتينز أو الفايبريلز دي وياخد البيتابليتد شيت كونفيجريشن أهم كلمة اللي أنا مش عاوزك تنساها خالص عن الأميلويد ودي أول خطوة إنه هو كونجوريد بوزوتيب الابلتي بتاعت الفايبريلز أو الأميلويد بروتين إنه هو يبايند للكونجوريد ستين الصبغة بتاعت الكونجوريد بيبقى كونجوريد بوزوتيب بتمسك فقط في الأميلويد وده هيؤدي إلى الكاركتريستيك الكاركتريستيك باترن بتاعه إنه هو هيؤدي إلى شكل الابل جرين بيريفرينجلز تحت البولارايز لايت مايكروسكوبي يبقى ده فيري كاركتريستيك لو هتقولي زي ما قلنا فيه الميلومة المالتبول ميلومة إن أنا مش عاوزك تنسى إن هي بلازمسيل في البوممر وأكتر من عشرة في المية دي أهم كلمة نفس الكلام أنا مش عاوزك تنسى في الأميلويدوزوس إنها كونجوريد بوستيك فإن هو أي أهم حاجة إن الأميلويد ماتيريال بيبايند للكونجوريد ستين وده هيؤدي إلى شكل الكاركتريستيك إن هو بيدي أبل جرين بيريفرينجلز هتشوفها كمان شوية تحت البولارايز لايت مايكروسكوبي فدي ما تنسى لاش خالص طيب كل الحقيقة هل الأميلويد دي بوزيشن أو الأميلويدوزوس ده أو الديبوزيشن بيحصل في الأورجنز بيقى عبارة عن الفيبرال AB بس أو الأميلويد بروتينة بس لا بالحقيقة بيبقى في أثر كومبونت غير الفيبرال أشهر اتنين كومبونت هنتكلم عليهم دلوقتي اللي هو الأميلويد بي coding أو السيروم أميلويد بي وải th thank you i truth مهم جدا في الاستarımغنية product بتاع الأميلويد بروتين وهو جلجيكوزامينوجليكنز طيب السيروم أميلويد بي ده ده جليكوبروتين بيمثل حوالي 15% من ال-deposit وهو ده اللي مسؤول أو اللي بيدي ال-ability للأميلويد بروتين إنه هو يبقى insoluble إنه هو ما يضبش هو ده المسؤول عن إنه هو يبقى insoluble بروتين عشان كده ما يضبش والأورجنز بتعرفش يتخلص منه ويعمل ال-deposition خلاص هو زي ما قلنا ده مشتق من السيروم أميلويد بروتين وده موجود في كل أنواع الأميلويدوزوس وهو ده اللي بيدي ال-resistance لل-proteolytic وبيخلي insoluble تاني واحد اللي هو تاني component مهم في ال-structure بتاع الأميلويدوز اللي هو الجلايكوزا مينو جلايكانز وده بيبقى عبارة عن polysaccharides مسكة فيه بروتينز بتعمل ال-proteoglyكانز والسيروم أميلويد بي اللي احنا قلناه فوق بيمسك فيه الجلايكوزا مينو جلايكانز وهم دولة اللي بيستابيلايز ال-amyloid structure يبقى ال-amyloid structure او ال-amyloidosis او ال-deposition بيبقى عبارة عن ال-fibrils او ال-amyloid protein نفسه نوع زي ما قلنا الواخد ال-beta-bleted configuration ومعه other non-fibril components زي السيروم أميلويد بي والجلايكوزا مينو جلايكانز ويبقى معلومة هنا مهمة ان السيروم أميلويد بي موجود في كل أنواع الأميلويدوز عشان دي مهمة وهنارجع لها بعد كده في التشخيص يبقى السيروم أميلويد بي موجود في كل أنواع الأميلويدوز لأن ده بيدخل في ال-structure نفسه طيب بعد كده هنتكلم على classification وال-terminology ده مهمة ان فيه الأنواع المختلفة الحقيقة على حسب النوع البروتين على حسب نوع البروتين يبقى deposited عندنا أكتر من 28 نوع من الأميلويدوز 28 types of amylويدوز وما زال بيتم اكتشاف كل فترة بيتم اكتشاف بروتين جديد وبيضاف ده the new type of amylويدوز طيب مين الأشهر أو أشهر ال-types اللي حضرتك لازم تكون عارفها أولا على حسب زي ما قلنا فيه بروتينز كتيرة هتبقى deposit هاي اللي بتبدي ال-types أول type اللي هو ال-al amylويدوز ده لأن البروتيني بديبوز في مين؟ من ال-all light chains بتاعة الاميونوغلابي ال-light chains بتاعة الاميونوغلابي وده اللي كان بيسمى زماني primary amylويدوز دلوقتي بقى اسمه ال-al amylويدوز النوع المهم الثاني برضو اللي هو ال-a amylويدوز وده اللي كان بيسمى سابقا secondary amylويدوز وده بيكون نتيجة deposition ل-serum amyloid A عشان كده واخد A-A amylويدوز وده اللي بيحصل بيكون secondary ل-long standing inflammations و-infections وفيه نوع ثالث اللي هو الشهير حاليا دلوقتي بيأفكت الكيدني اللي هو ال-A-Lict amylويدوز اللي هو اختصار leucocyte cell-derived chemotaxin 2 ال-A-Lict amylويدوز يأتي بعديهم شوية اللي هو الفاميليا او ال-hereditary amylويدوز وده لي انواع كزا نوع مختلف لحاسب ممكن يكون teranthithyretine amylويدوز او يكون deposited alpha chain من الفيبرانوجين A وده اسمه ال-A-Fib amylويدوز كل دي انواع من ال-hereditary amylويدوز او نكون الليزوزوم اللي يسمى ال-A-Lies كل دي انواع من ال-hereditary amylويدوز وفيه نوع بقى اللي بييجي في ال-Elderly اللي هو السيميل amylويدوز ده بيكون نتيجة deposition ال-unmuted form من trans society فالاشهر الانواع ال-A-L ال-A-A ال-A-Lect وهي اقتبع ديهم ال-hereditary فيه برده يعني classification اخر انه ممكن تكون systemic او localized amylويدوز اللي بيبقى localized لمكان معين وده غالبا ال-clinical course بتاعه بيبقى يعني mild غالبا ده بييجي في مكان واحد ممكن يكون في skin amylويدوز في larynx في blood وده نادرا لما بيحصل لل systemic amylويدوز والنوع طبعا systemic amylويدوز اللي هو ده بيأفكت multiple organs و visceral organs وبيؤدي غالبا الى organ dysfunction زي ما هنشوف ده معينا في المحاضرات ال-heart وال-kidney وال-nerves كل ده بيحصل في systemic amylويدوز حاليا دلوقتي نبتدي نتكلم بقى على الجزء المهم اللي هو diagnosis او approach لحالات amylويدوز اولا برضو السلايد ده مهمة جدا امت ايه الحاجات اللي تخليني افكر ان المريضة ممكن يكون عنده amylويدوز اولا اي حالة نيفروتك سندروم لازم يدخل معي في الحالات اللي هي معاها unexplained cardiac dysfunction especially diastolic dysfunction خصوص لما نيجي يتعمل echocardiography ويتلاقي فيه diastolic dysfunction او يبقى فيه deposition او thickening في الهورت دي نفكر فيه amylويدوز ويبقى لي patterns معينة ب suspect بها ده catheter cardiology suspect برضو في حالات neuropathy حالات نيوروباثي زي ما هنشوف especially autonomic نيوروباثي لازم يدخل في differential diagnosis الامylodosis الحالات اللي بمعاها easy bruciability يعني بسهولة جدا بيحصل كدمات وبروزوس ومن حاجات الكاركترستيك الركون eyes اللي هنشوف صورتها ان شاء الله حوالين اللي عين بيبقى فيه كموس كده حاجة كاركترستيك في حالات الامylodosis طبعا في حال un-exablered fatigue ال-edema ال-unintentional weight loss دي غالبا ملايه في حالات ال-A-L-amylodosis ولكن الأشهر حالات النفراتيك ال-cardiac affection ال-autonomic ميوروباثي وال-easy dosis دولك من نصابش يخلونا نسبكت من البداية ان المريض ممكن يكون عنده amylodosis السلايد دي بقى مهمة جدا 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 اللي هي دي اللي احنا مفروض نمشي عليها عشان نوصل لل-final diagnosis بتاع ال-amylodosis اولا احنا كلنا عارفين ال-stable اولان ال-anime بتاعة ال-amylodosis هل ده عنده amylodosis ولا بنقف هنا المعظن يعني بنقف هنا لا بعد كده لازم نمشي خطوات تانية يعني بعد ما نتأكد ان المريض عنده amylodosis وال-elect كل دي types لازم اعرف الطيب لان كل نوع كل type لازم بعد كده شوف ال-distribution of amylodosis ال-amylodosis ده احنا قلنا systemic affect انهي organs وافك ايه ال-organs اللي هو عمل لها affection عشان اقدر ان انا اديل with او اتعامل معها وبعد كده في الاخر على حسب الطيب اللي انا عرفته همشي بقى هعمله specific investigations specific test اللي كل type يعمل خلاص انا عرفت مثلا ان هو al-amylodosis al يبقى هكمل معها في بعض التست او الاختبارات او ال-investigation اللي هطلبها طب والله a-amylodosis هكمل معها ال-investigation ال-heridator هكمل معها ال-investigation type يبقى لازم تمشي الخطوات دي والخطوات دي خطوة خطوة كده بالتركيب amylodosis من البداية لازم اعرف ال-type وبعد كده هكمل investigations على الحسب كل type واشوف هو affected which organs دي الخطوات اللي احنا لازم نمشي علي طيب اول خطوة ازاي اقول ان المريض عنده amylodosis من البداية is it amylodosis is it amylodosis طيب وزي ما قلنا دي اول الخطوة عشان لازم اعمل demonstration للamylod deposition في tissues لازم ده يبقى هحتاج biopsy لازم اعمل biopsy يعني ما يفعش اقول amyloid من غير biopsy لازم biopsy عشان اشوف فيه amylod deposition ولا لا الbiopsy دي ممكن اخدها من الورجن اللي افكت والمريض جايلي بيه سواء liver او كيدني باخد biopsy من حاجة اسمها surrogate site surrogate site مين هما surrogate sites اخد من الابدومين الفات او من الريكتم ريكتال بيوبsy او البوم مارو طيب الابدومين الفات او الريكتال بيوبsy الابدومين الفات باد او الريكتال بيوبsy بيكونوا بوستر في حوالي 80% من الكيس البوم مارو بيبقى positive في 56% من الكيس يبقى surrogate site مش هيطلع positive في كل الحالات وده لازم اخد بالي مني يعني مش معنى انا اخدت ابدومين الفات او ريكتال بيوبsy وطلع نيجاتيب اقدر اقول ان المريض ده ما عندوش اميرود لا لان هو بيطلع positive في 80% او 56% فقط من الحالات وفي 20% 15% ولكن ايه هي الميزات بتاعتهم اولا easily accessible سهلة جدا ناخد بيوبsy من الابدوم من الفات او من الرectum و minimally invasive مش زي ان انا اخد منك ال liver او الكيدني طب ايه مشكلة ال liver او كيدني دولك ممكن يعمل لي bleeding في risk of bleeding لو انا اخدت من التارجة ارجب في risk of bleeding ممكن يحصل مع liver او الكيدني فدي مميزات وعيوب advantage و disadvantage بتاعت الكيدني biopsy من جه اللي احنا بناخد منها الكيدني biopsy مخارنة تنبيه الابدومين الفات او الرectal biopsy او البوم مارو biopsy ولكن يعني ممكن نعمل كده لو طلعت والله positive الابدومين الفات او الرectal biopsy خلاص احنا تأكدنا ولكن لو طلعت نكتر مقدرش احلف تماما ان هي ما عندوش فساعتها لازم اخد لو انا عندي high suspension ممكن ااخد من الكيدني biopsy على طول من الكيدني اخد منها biopsy طيب اخدت الbiopsy ازاي بقى هعرفين فيه amyloid deposition ولا لا اولا بالH&E الصورة طبعا دي magnified 100 times بس هلاقي بالH&E steam الامyloid بيقبير ازاي بيقبير deposit زي ما قلنا خلط ده deposition acellular زي ما قلنا ده deposition material ده proteinitious material بيباني ان هو azenophilic deposition azenophilic acellular deposition زي ما احنا ما شايفين اهو azenophilic acellular deposition azenophilic acellular deposition ده شكل الامyloid deposition في الH&E steam طيب المهم بقى الاهم حاجة ما ننسيهاش وده الكاركترستيك واول خطوة عشان اقول المريض ده عنده amyloidosis ولا ما عندوش الكونجوريد ستين ان هو لازم يكون congوريد positive ماينفعش تقول لي amyloid من غير ما يكون congوريد positive زي ما قلنا ما تنسيش في multiple myeloma ان البلازمة سي تكون اكتر من 10% في الممارو ما تنسيش ان اول خطوة في الامyloidos المريض ده عنده amyloidosis لما يكون congوريد positive في سنة 22 12 22 الجيرمن او العالم الالمين هيرمن بن هوند هو اللي اكتشف قدرة او الكباستي بتاعة الامyloid نتير الكونجوريد الكونجوريد وده اسمها من كتب من كده حاجة كونجوفيلية كونجوفيلية لالامyloid ان هو يمسك فيه الكونجوريد ستين وده بيكون نتيجة formation of hydrogen bond between الامyloid والضاي وده اللي بتحوله الdeep bank او red color زي ما هنشوف دلوقتي في الميكروسكوب العادي والكونجوريد positive ده بقى لما بيمسك فيه الستين الكونجوريد بيمسك فيه الامyloid بروتين بيدي very characteristic بقى برضو ما تتنسيهش very characteristic apple green color birefringence apple green birefringence لما بيتشاف تحت الpolarized light لما يتشاف تحت الpolarized light وده الجملة ده ما تنسى حتى رمعلم ما هو بالاخض يبقى لما تقول لي amylodosis يبقى congo red positive congo red positive وده في العادي بيبان pink to red color فيه المايكروسكوب العادي وإنما بيبان apple green birefringence تحت polarized light وآدي الشكل بتاعهم آدي البينكريد اللي احنا قلنا عليه في المايكروسكوب العادي ده congo red positive اهي congo red positive وده الشكل apple green birefringence اللي بيبقى تحت المايكروسكوب تحت polarized microscope ما ننساش الصورتين دولة لأنه بيجوا كتير فيه المتحانات ممكن نجيبها لك ونجيب لك صورة الbiopsy بعد شكل concrete positive وده الاب green birefringence تحت polarized light طيب فيه ده اللي فات ده في light microscopy طيب في electron microscopy الاميليدوسيس بيبان ازاي الاميليدوسي بيبان fibrils ما تنساش برضو خلال الاميليدوسي بيبقى برعا ايه fibrils موجودة بتبقى هب hazardly distributed تمام والديامتر بتاعها مهم جدا ما تنسهوش انه بيبقى قليل بيبقى 10 nanometer 10 nanometer بيبقى قليل مقارنة بالfibrillary gn والاميون تاكتايد اللي بيبقى الديامتر بتاع الفيبرلز فيهم اعلى من كده فالاميليدوسيس او الاميليدوسيس يبقى الاميليدوسيس بيبان في الاكتر مايكروس على شكل fibrils الديامتر بتاعها مهم جدا لازم تحفظه انه بيبقى حوالي 10 nanometer خلاص وقلنا الفيبرلز بتبقى موجود في يعني في امراض اخرى زي الفيبرلري والاميون تاكتايد والجلمون سكليروزيس في الضيابيتس والفايبرونيكتين جلوميريولوباثي والكولاجين وفايبراتي جلوميريولوباثي فالفايبرلز موجودة في امراض اخرى في ديزيز اخرى ولكن ما ننساش ان هي فايبرلز والدامتر بتاعها 2 nanometer دي حاجة كاركترستيك الاميليدوزيس وبرضو دا شكلها وما تنساوش دا شكل الاميليدوز أو الاميليدوز في الالكتروم مايكروسكول يبقى احنا جاوبنا اول خطوة اللي هو دا اميليويد ولا لا وقلنا كلمة ما تنساش دا اهم حاجة وفي الاميليدوز الديامتر بتاعها 2 nanometer تاني خطوة لازم اعملها بعد ما عرفت ان دا اميليدوزيس لا لازم اعرف الطيب بالزبط ايه لان كل طيب AL ولا AA ولا Hereditary عشان كل واحد فيهم ليه treatment مختلف يبقى اول معرف اول معمل الدياميليدوزيس ان دا اميليدوزيس لازم ال next step ايه correct typing typing عشان احدد النوع بتاع الاميليدوزيس دا very crucial عشان treatment زي ما قلنا مختلف طب ايه هم tools الادوات كل واحد بالتفصيل اول حاجة immune fluorescence immune histochemistry immune electron microscopy والproteomic study هنتكلم على كل واحد فيهم واستخداماته ومميزاته وعيوبه عشان الكلام دا لازم يتعرف طيب اول واحد اللي هنتكلم عليه اللي نقدر نستخدمه فيه ان احنا نعمل typing ليه الاميليدوزيس عشان نحدد الطيب اللي هو immune fluorescence الاميون fluorescence رحيه هو widely used عندنا في النفرالجي او في الكيدني في الرينا البيوبسي بنستخدمه كتير لانه نتيجة انه الavailability للfrozen sections وده بيعمل ايه ببساطة انا عندي او فكرة typing انه بيعمل ايه كلهم يعني انه انا عندي بشوف ايه الاميليد material او الانتجن اللي موجود جوه اللي عمل deposition يعني بدور انا لو هو عمل deposition فيه لقيت فيه lighted chain lighted chain اللي هي الكابة او اللمضة وهنا بيبقى اكتر في ال amylidose بيبقى اللمضة لو لقيت ان اللمضة هي اللي موجودة يبقى ده ال amylidose طب لقيت السيروم amyloid ايه هو اللي deposition يبقى ده اي اي amylidose طب لقيت والله trans siretin يبقى ده ال hereditary طب لقيت ال a fibrinogen a يبقى ده hereditary وهكزا يبقى انا بدور مين اللي deposited في amyloid عشان هو ده لها حدد الطيب فبنعمل ايه بقى في كل اللي جاي ده بيجيب antipodes antipodes against against immunoglobuline component اللي هو lighted chain وال heavy chain والكلام ويبص عليها ويحطها على renal biopsy والله لو موجود بقى الكابة او اللمضة موجودين او lighted chain ومسكت فيه يبقى تحت الفلوريسنس هيلاقي ان حصل binding وهيقول لك والله ده ايه الا اميل ولكن ده بيبقى كويس فين ال immune fluorescent في frozen sections ولكن في ال baraphene embedded tissues ما بيبقاش مفضل immune fluorescence وساعتها immune histochemistry هو اللي بيبقى مفضل في ال amyloid typing جيب immune fluorescence غالبا بيستخدم اكتر في renal biopsy طيب تاني طريقة او تاني طول نقدر نستخدمها نعمل بها typing بعد immune fluorescence هي immune histochemistry والحقيقة immune histochemistry هو most common tool يعني هو ده اكتر طريقة بتستخدم مش الادق ولكنها اكتر طريقة بتستخدم في ان احنا نعمل typing عشان نحد نوع الامyloid الفكرة او البرينسيبال واحد ان احنا قلنا احنا بنستخدم antibodies كتير antibodies موجهة various components بتاعت الامyloid يعني لو انا هستخدم عشان ال different types عشان ال AL amyloid يبقى هستخدم antibody against the light chain بتاعت الامyloid عشان ال AA amyloid هستخدم antibody against the serum amyloid A عشان ال hereditary هستخدم antibody against the transesiretine وال A-fibrinogen و agenus الليزوزوم وهكذا يبقى احنا بنستخدم antibodies مختلفة agenus different antigens واللي هيطلع positive هيحدد لي type بتاعي بتاع الامyloid فبعد كده بيستخدم لما يمسك بقى فيه الantibody يمسك في الantigen الcomplex ده بيبقى detected بطرق مختلفة لو استخدمنا مثلا antibody against component موجود في كل type C في الامyloid زي ما قلنا اولتها لكم في بداية المحاضرة اللي هو الامyloid B او السيروم amyloid B component قلنا ده ايه ده موجود في كل انواع الامyloid و سيبقى لو استخدمته هيعرفني ان فيه amyloid تمام دي انا خلاص انا قريدي عرفت هذه الخطوة ومش هتفر معي قوي لان انا قريدي عرفت ان فيه amyloid ب الكونجوريد A stein بالكونجوريد positivity اللي موجود فلو انا استخدم تنبت السيروم amyloid عرفني ان فيه amyloid فقط لما لسه ما عرفش type طيب ان احنا بعد كده بقى لما هشوف بقى الدف ان انا هستخدمه بقى عشان يحدد type يبقى مثلا agenist A amyloid او السيروم amyloid هي detect only A amyloid amyloidosis هستخدم 4 trans hyretin زي ما قلنا او الابو A او الابو laibobrotein A او Fibon هيشخص لي حالات الفاميلي amyloidosis يبقى زي ما وضحنا البرانسيب الواحد ولكن في حالات ال AL amyloidosis ال AL amyloidosis ال immune histochemistry عنده بوريس بسيفيستي شوية يعني في عنده يعني الدقة بتاعته مش عالية قوي ليه ان هو مش دقيق قوي وعندها سي عنده limitation في detection بتاع AL amyloidosis اولا لان الامyloid او الامyloid protein اللي بيبقى derived من ال lighted chain بيبقى مشتق منين من lighted chain احنا عندنا نوعين من lighted chains عندنا kaba وال lambda مين اللي بيقى موجود اكتر في الامyloidosis او ال AL amyloidosis بيبقى مين لي من اللمضة ودي حاجة هنتكلم عليها اكتر في السلايدز الجاية انه بيبقى مين لي من اللمضة بيبقى مشتق الامyloid بقى من variable region بتاع اللمضة بتاع lambda lighted chain او kaba lighted chain مشتق من ال variable e وكل patient كل مريض عنده unique amyloid protein مختلف عن patient التاني وبالتالي ده بيخلي فيه صعوبة اننا ابقى عندي antibody اللي هو هيقدر يصبخ كل انواع او different types او كل انواع الامyloid protein اللي مشتق من ال variable regions او lighted chain يعني مش هقدر اجيب antibody يصبخ لكل انواع الا انها مختلفة كل مريض مختلف عن التاني فدي مشكلة فقط immune histochemistry في تشخيص حالات ال amyloid مش هيبقى محبز النقطة دي برضو اللي احنا هنتكلم عليها دي مهمة جدا هل معنا كده ان انا لو لقيت بال immune histochemistry انه طلع positive positive for lighted chain يعني انا لقيت عندي lighted chain في renal biopsy يعني انا عملت immune histochemistry وحطيت الantibody الى agenist lighted chain ولقيت positive يعني انه موجودة في الكيدني هل معنى كده مدق amyloid لا طبعا ليه لان عندي other disorders اللي ممكن يكون موجود فيها lighted chain ده اللي موجود او monoclonal monoclonal jambobsy او monoclonal protein زي lighted chain disease او heavy chain disease هي موجود بقى lighted chain disease في heavy chain disease في الميلومة كلهم بيبقى فيهم lighted chain موجود في الكيدني طب هقدر افرق ازاي ده amyloidosis مثلا ولا lighted chain disease lighted chain اولا اهم حاجة عشان اقول amyloidosis انه لازم يكون congurid positive انه يكون congurid positive فلو لقيت انه congurid negative من البداية كده خلص يبقى ده مش amyloid مش amyloid ايه تاني خليني يقول انه ده مش amyloidosis انه هو الائي negative staining for serum amyloid b اللي هو amyloid b component اللي قلنا موجود في كل انواع amyloidosis او انه انا لقي كابا بس لانه احنا قلت انه 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 خلي بالك ان الائت تشين النوعين الكابا واللمضة مين اللي موجود فيهم اكتر في الامyloid او الامyloidosis بيبقى فيه اكتر ايه اللمضة اكتر من الكابا يعني 70% بيبقى لمضة و 30% بيبقى كابا فلو انت لقيت congurid negative ولقيتها كابا والسيروم amyloid b negative يبقى ده ده غالبا مش amyloidosis لان لو amyloid هيبقى congurid positive هيبقى positive for serum amyloid b وفي الغالب هتلاقي ان positivity لاندا اكتر من الكابا برغم كل هذي الميتيشنز في حالات ال ال amyloidosis ما زال في الدول ال resources فيها وليلا زي البلاد عندما كده او الدول ال developing countries او ما عنديش الامكانيات العالية اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي او tools الاغلى او الادق اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي ما زال immune histochemistry قلتلك هو most common tool for amyloid typing ما زال هو اكثر وسيلة تستخدم لعمل typing وتحديد type of amyloid وخصوصا مع استخدام انحنا ممكن نحسن النتائج بتاعة immune histochemistry ان انا ازود البنل بتاعة الانتيباضيز اعمل انتيباضيز اكتر ل different antigens او different types اللي انا ممكن اعمل لها testing اللي ممكن detect اكتر ده يحسن لل sensitivity و specificity دلوقتي على الطول الثالثة او الطريقة الثالثة اللي نقدر اعمل بها typing ل amyloidosis احنا قلنا اول طريقة immune fluorescence الطريقة الثانية immune histochemistry الطريقة الثالثة هي immune electron microscopy immune electron microscopy دي عبارة عن ان انا ب combine immune histochemistry اللي انا لسه ايل عليها مع electron microscopy يبقى ده عبارة عن immune histochemistry بالاضافة الى electron microscopy دي اولا العينة او البيوبسي او البيوبسي المنتاج ده بتتحضر الاول بشرايح رفيع جدا وبعد كده بتبقى fixed بيتحط لها الاول بنعمل الاول primary antibody antibody في البداية مبدئي antibody مبدئي يمسك agenist targets اللي انا عاوز هزي ما قلنا انا هجيه anti-caba anti-lambda anti-trans anti-serum amyloid ايه يبقى هدي antibody زيه زي اللي فاته نحط antibody agenist الانتجن خلاص عشان يمسك في مين في الانتجن او في الابيتوبسي الاولاني جميل وبعد كده هعمل ايه هقوم هحط antibody تاني treated with secondary antibody تاني يمسك في الانتبودي الاولاني اللي هو مسك في الانتجن يبقى انا هحط antibody تاني يروح يمسك في الانتبودي اللي مسك في الاولاني والانتبودي التاني ده اللي هو secondary antibody ده بيبقى بيبقى already bounded لجولد ماشي وستيند بالصبغة تانية طيب ده هيعمل ايه secondary antibodies دي التانية اللي هي ماسك فيها الجولد بتبقى جولد لابل ماسك بتقدر تحدد البروتين اللي موجود في الفايبرلز اللي هو الطيب اللي احنا تكلمنا عليه اللامضة القابة وكده وبس بتقلل جدا background staining يعني ما تخليهش يعني بتجيب بس اللي هو الطيب بالزبط بتقلل background staining ودي اكتر حاجة اكتر حاجة بتقلل الاسبيسيفيستي بتاعت الاميون هستوكميستي احنا فده بيقلل القصة دي ان انا مش عارز يطلع لي positive مع حاجات تانية او ان اي حاجة تطلع لي weak positive او كده لأ ده انا بحط antibody في الاول agenist الانتجن زي العادية وبعد كده بحط antibody مسك في جولد يمسك في الانتجن فقط ما يمسكش بحاجة تانية عشان كده بيريديوس background staining والاستادي دي بتبين ان الاميون electron microscopy نجح correctly identified specific type بتاع الاميولويد في more than 99% of cases وده بينفعني جدا جدا في الحالات اللي بيكون فيها الاميولويدوز لفوكل distribution يعني الاميولويدوز بيبقى شوية spread او يبقى ساعات فوكل distribution فيبقى كويس جدا فيها لانه لي very good positive predictive value ولكن برضو ما زال لي low negative predictive value فيعتبر هنا خلينا نقول انه هو خطوة احسن من الاميون histochemistry الوحده لانه بيحسن الspecificity يبقى احنا كده قلنا اميون فلوريسنس ده يبقى كويس شوية في renal biopsy الاميون histochemistry هو المست common الاعام والاشمل في معظم الحالات او في limited resource countries او في الدول يعني ما عندهاش resources قوية يأتي اعلى منه شوية الاميون electron microscope الاميون histochemistry مع electron microscopy لانه هيحسن الspecificity نخش بقى الاخير او الطريقة الاخيرة واحسن طريقة ان انا اعمل بيها typing للاميوليدوزيس وهي البروتيوميك study البروتيوميك study هي احسن من كل الطرق الاخرى في ان احنا نستخدمها في عمل الاميولويد typing ليه؟ لانها لا تعتمد على الانتيباضيز احنا كل الطرق اللي فاته قلنا همحط انتيباضي يروح يمسك فيه الانتيجن او في الtype الspecific بروتيوميك signature بروتيوميك signature البروتيوم ده مجموعة من البروتينز اللي مسكها مع بعض فكل نوع ليه specific بروتيوميك signature ودي اللي كان بيدي تكتب بسنكل test خلاص وعندنا طرق مختلفة عشان نقدر نحلل بيها البروتيوميك structure بتاع الاميولويد ايه deposit ولكن احسن واحدة احسن البروتيوميك study اللي هي بتستخدم الماس spectrometry يبقى لما اعمل بروتيوميك study باي ماس spectrometry هي دلوقتي حاليا هي الstandard method او الbest method او الgold standard method for اميولويد typing ليه بقى لأنها عند ده الادفانتج دي اولا هتشخص كل الحالات بتاعت الاميولويد تعرف للتايب اولا لا تعتمد على الانتيباضي سواء بقى عندي طب انا عندي دلوقتي انتيباضي للليت شي طب ما عنديش انتيباضي للسيروم اميولويد طب ما عنديش انتيباضي لمثلا للا ايه fib ولا الابولايبو بروتين وهكذا لا هي لا تعتمد على انتيباضي هي بتعتمد على البروتيوميك structure فهي خلاص ايه مشكلة يبقى ايه الجولد standard technique دلوقتي بروتين study بالماث spectrometry ممكن نعمل بقى بعض التعديلات عليها ان احنا نحسن كمان القصة دي ان احنا ممكن نعمل للشريحة او للبيوبسي نعمل لها موديفكيشن نحنا نعمل مثلا laser micro dissection يعني ان احنا نقطعها زيادة بالليزر laser موديفكيشن وبعد دي هنقوموا عاملين بقى البروتيوميك اناليسيز بمين بالماث spectrometry بالتندم mass spectrometry فدي بقى دي طريقة احسن دلوقتي ان انا اعمل laser micro dissection للسبيسيمن اقطع الاول وبعد كده قوم اعمل لها البروتيوميك اناليسيز بالماث spectrometry وده بيحدد طبعا type of amyloid with high sensitivity and specificity زي ما قلنا sections بتبقى stand بالكونجوريد والليزر micro dissection بيقضحها وبعد كده التندم mass spectrometry بيعمل البروتيوميك اناليسيز عشان نحدد type very accurately فحاليا دلوقتي احسن طريقتين اللي قلنا مين الاميون electron microscopy والسبكترومتري هم احسن طريقتين الاميالوي typing with sensitivity or specificity بتوصل لي 100% ولكن مشكلتهم ايه availability هم مميش موجودين الا very few centers worldwide وده بيقلل استخدامهم في استخدام الاميالوي typing وبالتالي نرجع للمقولة اللي انا ارتعلكم من شوية ان ما زال الاميون histochemistry هو الimportant tool for اميالوي typing specially في الدول اللي عندها limited resources وده ممكن نحسنه بتوفير الانتيباضيز للانتيجنز المختلفة اللي حتساعدنا في التشخيص فاحنا كده اول خطوة عرفنا الاميالوي دوز المريض ده عنده اميالوي دوز بالكونجوريد positive تاني خطوة هنحدد الtyping عن طريق الاميون histochemistry او لو انا في عندي center متاح في البروتيومي study او الاميون الاكتروميكروسكو بيبقى خير وبرك يبقى كويس لو ما عندي شي يبقى اميون histochemistry احدد type لان قلنا كل type ليه حاجة ليه مختلف تالت حاجة لازم اعملها ان انا اشوف distribution الاميليدوزوس ده affected which organs في الجسم او وصل لغاية فين فonce ان ان ات خلاص شخصت الاميليدوزوس وعملت typing تاني حاجة لازم بقى اعمل ايه imaging تكنيس عشان احدد distribution الاميليدوز ده وصل لغاية فين مين اهم قلنا الكمبوننت اللي موجود في كل انواع الاميليدوز serum amyloid b normal circulating protein فممكن ان انت تعمل radio labeled serum amyloid b بساعات بيبقى injected intravenous وبعد كده بيتاخد ب its uptake fee syntagraphy images عشان ي detect الاميليد في كل الجسم ولكن الحقيقة استخدامه limited دلوقت لان بسبب high cost و limited availability فممستخدموش الصراحة كتير فعندنا طرق اخرى تساعدنا ان انا assist distribution بتاع الاميليدوز عن طريق مثلا syntagraphy بالtechnetium اكثر شيوعا منه من serum amyloid b او طبعا لو انا عاوز اشوف مثلا من اكتر الارجنز اللي تبقى affected بالاميليويد الهارت فممكن نعمل cardiac mri عشان اشوف الهارت involved ولا لا رابع حاجة اللي احنا قلنا عليها ان احنا بعد ما نحدد الطيب خلاص احنا عرفنا الاميليويد وعرفنا الطيب كل طيب ليه مجموعة من الinvestigation اللي لازم عملها يعني خلاص انا عرفت انه والله ده ايه الا اميليويدوز يبقى لازم هعمله مجموعة من التست بعد كده او مجموعة من الinvestigation طيب ايه اميليويدوز لازم هعمل مجموعة من الinvestigation طيب الهارت لازم هعمل مجموعة من الinvestigation على حسب كل طيب ناخد مثال ال 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 ده اللي هو قلنا عبارة عن ايه ده ان بيحصل بلايتي قلنا كابا او لمضة واللمضة هي الاكتر من الكابا في ال ال اميليويدوز ايه اللي لازم اعملوك اولا لازم هنعمل ايه الحاجات بتاعتنا اللي احنا قلنا في المحاضرة الاولانين السيروم بروتين الكتروفوريس وال ال اميون فكسيشن والاهم السيروم فري دولك لازم كلهم اعملهم ايه فنازل نعمل بومارو ايجزاميناشن عشان نشوف هل في بلازمة سيلس اوضر ولا لازم اعملها طيب ال اميليويدوز اللي هو السيروم اميليويد ايه اللي بيحصل لازم اشوف السيروم اميليويد ايه بروتين لفل وال سير بي لازم اقسهم في الدم طيب لو انا لقيت هردتري اميليويدوز لازم اعمل ايه لازم اشوف الميوتيشن الاسبيسيفيك ميوتيشن اتست فول الاسبيسيفيك ميوتيشن مثلا بتاع ترانس ثيوتين ولا الافيب ولا الابو ليبروتين ايه فكل نوع ميهم ايه سبيسيفيك تيست طب خلينا نبتدي بال الاميليويدوز زي ما قلنا اللي بقى معاه لانه واحد المونوكلونال بروتين في حالة يعني من الاخر لو حالة اميليويدوز عملت سيروم بروتين ايكتروفيز الميون فكسيشن هيديتكت بس 70% من المونوكلونال باند او المونوكلونال الجامو بس طب مين اللي بحتاجه بقى زي ما قلتلك هو الادق واللي لازم اعمله دلوقتي بيزود جدا السيروم فري لايت اضافة السيروم فري لايت تشين السي للبروتين الالكتروفوريز والإميون فكسيشن هيزود لي كمان زيادة حوالي 15% هتوصلني ل85 او 90% ان انا ديتكت اللايت تشين فعلا انه زايد في هذه الحالة زي ما اعتلكم من شوية ان المونوكلونال بروتين او اللايت تشين اللي بيبقى زايد في حالات الاميليدوسوس غالبا هو اللمضة اللمضة بيبقى في 70% من حالات الاميليدوسوس والكابا بس بيبقى في حوالي 25% من الكيسز وفي 5% بيكون بايكلونال كابا واللمضة ولكن ما تنساش ان الال الاكثر فيه هي اللمضة اللايت تشين انما في اللايت تشين دي بيكون في الكابا هو اللا اكتر طيب بالبوم مارو بنعمله في حالات الاميليدوسوس اولا ممكن عمله لسببين السبب الاول احنا قلنا من شوية ان البوم مارو بيعتبر احد السورجت سايت ان انا ممكن معمل شيرين والبيوبسي واروح اعمل بوم مارو سورجت سايت ان انا ادتكت اصلا وجود الاميليد ولكن بيكون موجود في حوالي 60% فقط بيطلع هل فيه مونوكلونال بلازمة سيل ولا لا لازم اشوف هل فيه ملتبل ميلومة معايا ولا لا لان لقينا ان حوالي 18% او نقوله 20% من حالات الاميليدوسوس بيطلع معاها ملتبل ميلومة يعني بيلاو اكتر من 20% بلازمة سيل في البوم مارو يعني معاها ملتبل ميلومة في حوالي 20% من حالات الاميليدوسوس نلاقي 20% منهم معاها ملتبل ميلومة at the same time وكمان حالات طبع الحالات اللي عندها ملتبل ميلومة حوالي 10-15% من حالات الميلومة بنلاقي معاها at the same time AL اميليدوسوس يعني 15% يعني خلينا نتكلم الارقام قريبة 15-20% من حالات الاميليد بيكون معاها ميلومة و 15% من حالات الميلومة بيكون معاها اميليويد فلازم في كل الحالتين اول ما تشخص حالة ميلومة او حالة اميليويد لازم تأكسيكلودي تاني طب ازاي لحالة ميلومة تعمل بوم ارا هشوف فيه بلاس مسئلة اكتر 10% ولا لا طب حالة ميلومة ان انت تتست او تستين فور كونجوريد ستين او كونجوريد بوزيتي عشان نشوك معاها اميليويد ولا لا الحاجة التانية بيقولك ان 30% من حالات الميلومة بيكون معاها سب كليميكال اميليويد اميليويد الحقيقة ما يكون اميليويد ده اوكلت يعني مش عامل مبيقصرش قوي على البروجنوزز بتاع المريض ولكن لو كانت الاميليويد دي سيمتوماتيك دي بيكون البروجنوزز اسوأ بكتير من الحالات اللي ما معاها اميليويد طب الاميليويد اللي هو كان زمان بيتقال عليه secondary اميليويد اللي هو نتيجة long-standing infection هيؤدي الى زيادة سيروم اميليويد اي هو دي يبقى فانفلاماتوري ماركر مين اهم توق انفلاماتوري ماركر هنا السيروم اميليويد اي اللي احنا بنقول عاليين اللي احنا بنعمله detection مثلا في كدني و سير اكتب بروتين بيبقوا عاليين في حالات السيروم في حالات الا اميليويد ولكن بعض الحالات طبعا هو السيروم اميليويد اي بيكون مور سانستيف عن السير بي في حالات الا اميليويد ولكن ما تعتمدش عاليهم قوي انه هو ده اللي يفرق لك ما بين الا اميليويد اميليويد يعني لو انت عملت له السيروم اميليويد اي ولقيته عالي فتقول خلاص ده اميليويد لا ده مهم ولكن زي ما قلنا نحن بالاميون حيث اميليويد 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 ده بيزود جدا المسيبول ان ده اميليويد بعض المعلومات لازم تكون عارفين ده معلومة مهمة جدا عشان للأسف بيحصل فيها لفس عند بعض الاطباء يبقى مش كل علو في السيروم اميليويد اي ده معناه اي 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 او اميليويد اميليويد ولكن حالات اي اميليويد اميليويد كل ما زاد فيها السيروم اميليويد اي يعني كل ما زاد المستوى ده اوحش ده الحاجة الثانية انه الليفل بيرفلكت مع ال response to treatment اقدر استخدمه في المتابعة يعني المريض اخر مثلا treatment هلاقي انه السيروم اميليويد اي الليفل بينزل ده معناه انه يستجيب لل treatment خلاص يبقى مش كل علو ده معناه secondary اميليويد او اي اميليويد ولكن ده بيرفلكت قادر استخدمه كمتابعة response to treatment و بيرفلكت ال prognosis بتاع المريض ال hereditary amyloidosis مهم جدا نعرف انه بعد ما خلاص معرفناه بال immune histochemistry او ب ال proteomic study انه خلاص انه مريض عنده hereditary amyloidosis معظم hereditary amyloidosis هنأتكلم عنهم بالتفصيل طبعا في المحاضرة القادمة بيكون autosomal dominant ولكن ممكن في بعض الحالات يكون family history مش موجود دول طبعا اتشخصوا من البداية بال mass spectrometry ولكن بعد ما خلاص عرفنا انه hereditary لازم اعمل mutation testing عشان احدد بالضبط ده ال specific type او هنعمل ايه للمريض بعد كده ده الالجوريزم اللي احنا نمشي عليه من البداية انت خلاص عندك عمالة clinical suspicion نداء myelodosis من اللي احنا قلناه من البداية حالة نفروتك مثلا حالة diastolic dysfunction في الheart او ال echocardiography cancer species حالة autonomic neurobathy حالة maracoon eye خليك تشك نداء ميلويد هتعمل ايها من biopsy يا اما من surrogate site من الابدوم من الفات او بوممرو او الريكتل او الريكتم او عنديزتين قلناه هيطلع لك ايه isenophilic extra cellular material هعمل ايه لازم اصبخ بالكونجوريد طلعت كونجوريد negative خلاص ده مش amyloid انتهى الكلام ساعتها هشوف الother differential diagnosis بقى light chain heavy chain fibroly whatever ولكن ده مش amyloid طلع congوريد positive ومدين الابل green by referent تحت polarized light خلاص ده amyloid شكرا ده اول خطوة بنعمل الخطوة التانية بعد ما نقول ان ده amyloidosis بنعمل الطايم بنعمله ازاي بالimmune histochemistry ده most common ولكن لو عندك resources يبقى تستخدم الimmune electro microscopy او proteomic study هعمل الطايم بالimmune histochemistry غالبا لأن ده المتاح هتستخدم antibodies different antigens لو لقيت والله ال القابة او اللمضة اكتر في light chain يبقى ده EL amyloidosis لقيته immune histochemistry protein او serum amyloid E يبقى E amyloidosis لو لقيته مو detect the epobo E او E Fib يبقى hereditary عرفت ان ده EL amyloidosis لازم اكمل التست اللي بعد كده لازم اعمل serum three light chain مع protein electro visual new fixation وعمل boom maro عشان اتكس exclude الميلومة ده E amyloidosis لازم اتخذ السيروم amyloid E CRB level عرفت مدا hereditary لازم اشوف specific mutation بتاعي يبقى ده الالجوريزم اللي احنا نمشي عليه مش مجرد مدا amyloid واسكوت لا ماينفعش احنا كده عرفنا الabroach عشان نعرف ازاي ما اتصرف مع الحلاب ده sources بتاعتنا للمحاضرة ان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم على كل طيب من الامyloidos بالتفصيل محتاج تعرف فيه ايه وتعمل معه ايه وتتصرف معه ازاي وإيه available بالنسبة لها and thank you